موسيقى وأننا إن شاء الله في سبيل وبهدف دعم الفلاح المصري أننا سنعلن عن حزمة من أسعار التعاقد أو الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي نحب أن نشجع الفلاح المصري على زراعتها وهدف هذه المحاصيل الاستراتيجية كما كنا نقول أنها تلبي وتقلل من الفجوة الموجودة حاليا بحيث أننا نخفف من استراضنا من هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي بتدخل سواء في العلف أو في صناعة الزيوت وعشان كده يمكن هذا الموضوع كنت حريص أننا أعمل عليه أكتر من اجتماع مع معالي وزراء الزراعة والري والتموين والنهاردة يمكن استمحولي حنعلن عن أسعار عدد من هذه المحاصيل اللي تم عرضها النهاردة في مجلس الوزراء وأخذنا موقف موافقة مجلس الوزراء عليها هي المحاصيل الحقيقة هم أربع محاصيل رئيسية محصول الزورة الشامية البيضاء والزورة الشامية الصفرة وفول الصوية وعباد الشمس والحقيقة اللينا هنعرضه النهاردة كأسعار لكل واحد من دول هو ما نطلق عليه سعر الضمان ويعني إيه سعر الضمان هو ده السعر اللي إحنا كدولة وحيبقى من خلال هيئة السلع التموينية هنكون بنضمن للفلاح المصري أن ده أقل سعر هيقدر يبيع به المحصول فلكن هيبقى الأهم أنه وقت الحصاد ووقت الجامعة وتسليم المحصول هنلجأ إلى السعر البورصة في اليوم ده يعني ببساطة شديدة يعني لو سعر البورصة في الوقت ده أعلى من هذا الرقم إحنا كدولة حنبقى ملتزمين بالسداد طب لو أقل هيبقى إحنا بردو اللي بندفع سعر الضمان اللي أعلننا عليه أقل فبالتالي يعني معنا كده إن إحنا بنلتزم بسعر الضمان ده اللي هو بيضمن الحد الأدنى للفلاح اللي يخليه دايما أنه هو هيكسب لأن حتى لو السعر نزل عن هذا الرقم إحنا حنبقى ملتزمين بسعر الضمان فعشان كده أنا بس حابب إن أنا أكد هذه الآلية اللي إحنا كدولة بنعتمدها عشان نحفز الفلاح المصري إنه هو يزرع هذه المحاصيل وبنقول إن نهاية السلعة التامنية هي اللي هتبقى ملزمة إنها تاخد منه هذه المحاصيل ونفس الكلام ده إحنا هنطبقه على كل المحاصيل للسراتيجية اللي الدولة المصرية هتبقى عايزة تشجع الفلاح إنه هو يزرعها بما فيها الأمح يعني إحنا أعلننا عن سعر للأمح وبرضو حيبقى من الوارد وقت التوريد إن شاء الله إن إحنا نراجع في إدوق إن إحنا عايزين نضمن أكبر حجم من التوريد من السوق المحلي ودي نقطة مهمة جدا الرقم اللي إحنا حتى قلناه للأمح هيبقى وارد إن إحنا نراجع في إدوق سعر البورصة العالمية وبالتالي النهاردة تبقى اللي بيحصل إن جاي السعر الأمح عم ما لينزل فحتى تاني أنا بأكد حتى لو نزل عن السعر اللي إحنا كنا أعلن عنه وهو ألف ومتين وخمسين للأردب هنبقى إحنا ملزمين بإن إحنا ناخد بالألف ومتين وخمسين أنا بأكد دي علشان نشجع الفلاح المصري الأسعار اللي إحنا تم التوافق عليها بالنسبة للدرة الشامية البيضاء هيبقى تسعة تلاف جنيه للطن الدرة الشامية الصفرة ودي الحياة مش متعودين إحنا في مصر من هما يزرعوها الفلاحين ولكن دي بتبقى مهمة جدا للعلف وأيضا للزيوت فإحنا بنتكلم على تسعة تلاف وخمسمائة جنيه للطن بالنسبة لفول الصوية إحنا بنتكلم حيبقى سعر الضمان تمنتاشر ألف جنيه للطن وبالنسبة لعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي اللي هو بيطلع منه الزيت حيبقى خمستاشر ألف جنيه للطن وتاني أنا بأكد دي كلها أسعار ما نطلق عليه سعر الضمان وحيبقى العبرة بوقت التوريد إن نشوف ونلجأ إلى سعر البورصة ويبقى بالتالي نضمن إن يكون هناك عائد مجزي للفلاح المصري الحياة يمكن الجزء ده زي ما قلت لحضراتكم إحنا كحكومة كل أولوياتنا في هذه المرحلة لقطاعين الإنتاجيين المهمين جدا قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وبالتالي يمكن حضراتكم بتتابعوا إحنا بناخد إجراءات كثيرة جدا مع قطاع الصناعة علشان إن إحنا نشجع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق يعني التصنيع المحلي في خلال الفترة القادمة ويمكن عشان كده برضو إحنا النهاردة اعتمدنا في مجلس الوزراء الحزمة من التيسيرات اللي هي فكرة إن إحنا بندي مهلة لمدة ستة أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني بتاعها علشان إن إحنا يعني ندي لهم مدة زيادة علشان بناء على الفترة السابقة من المشاكل اللي كانت موجودة وحضراتكم طبعا إحنا كنا ادينا قبل كده إعفاءات من الغرامات اللي كانت موجودة أيضا وبتوصل لغاية خمسين في المية علشان نشجحهم فعلا على فتح المشاريع وإصدار ترخيص التشغيل وكل الكلام ده بالإضافة إلى طبعا حضراتكم تابعتوا بالفعل تم تسليم التلاتاشر رخصة زهبية اللي إحنا كنا إنهناهم بالكامل للمستثمرين اللي بينفزوا هذه المشروعات والموضوع حيتوالى إن شاء الله في خلال الفترة القادمة الشيء أيضا الحقيقة المهمة جدا ويعني أرجو أن حراركم تكونوا تابعتوه وهو موضوع الحقيقة الاجتماعي الأول للمجلس الأعلى للسيارات واللي يعني شاهدنا فيه توقيع أول تلات اتفاقيات ملزمة مع تلاتة من أكبر التجمعات العالمية في صناعة السيارات وده يمكن كان توجيه سيادة الرئيس إن إحنا عايزين نعمق من هذه الصناعة في مصر ونصل أيضا إلى تقليل الفجوة الكبيرة جدا اللي هي موجودة اللي بتخلي دايما يعني السيارات ممكن تكون نقدر أقول حضراتكم رابع يعني سلعة في حجم الاستيراد من حيث القيمة فبالتالي ده كان هدف استراتيجي لنا إن إحنا نشتغل عليه والحقيقة التلات شركات العالمية يمكن حضراتكم تابعتوها اللي إحنا يعني يعني كالاسم شركة نيسان وشركة جانرال موتورز ومجموعة استيلانتس اللي هي الفرنسية دول التلاتة الحقيقة عايز أكد إن يعني حجم الاستثمارات اللي هم تعهدوا بضخها تتجاوز المية واربعين المية خمسة واربعين مليون دولار في خلال التلات سنوات القادمة وحنصل إلى متوسط بنتكلم من ستين إلى سبعين ألف سيارة سنويا فقط من التحالفات دي وده حيبقى شيء مهم جدا وجزء من هذه السيارات طبعا جزء ليس بالقليل أيضا حيبقى بيوجه لعملية التصدير وبالتالي ده بيوفر عملة صعبة أيضا للدولة المصرية بجانب طبعا تخطية جزء كبير من الاحتياج المحلي الأهم إن يعني النسبة من هذه السيارات حتبقى سيارات كهرباء وبالتالي إحنا بنتكلم على منتج فعلا إحنا كدولة بنحاول إن إحنا نتحرك إليه ونتوجه إليه في خلال الفترة القادمة علشان الحقيقة يعني نضمن بصورة كبيرة جدا التواكب مع سرعة حركة هذه الصناعة وإن يبقى عندنا سيارات يعني متابقة للبيئة ونبدأ نقلل من استهلاكنا للوقود الإحفوري والغاز واستهلاكه في هذا الموضوع طبعا إحنا كنا أعفينا قطاعات 19 قطاع من الصناعة من الضريبة العقارية إحنا قلنا الدولة حتتحملها عنهم وضفنا إليهم موضوع مزارع الدواجن وبنراجع كل فترة وحنزود أي قطاعات إحنا شايفينها في هذا الشأن علشان نتحرك في هذا الموضوع أيضا الحقيقة في إطار حل مشاكل المستثمرين أنا عايز بس أقول إحنا طبعا كن تم إنشاء وحدة دايما في مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع والحمد لله من خلال تواجد كل الجهات المعنية في الدولة نقدر نقول حلين أو أنهينا أكتر من 80% من المشاكل اللي كانت معروضة على اللجنة وابتدأت الكلام ده الحقيقة بتعرضه وبتعكسه الأرقام في زيادة الاستثمارات الخارجية اللي بقت تدخل جوا البلد بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها ولكن بس خلينا نقول رقم مهم جدا أن الربع الأول من العام المالي الحالي ربع الأول ده ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% بالمقارنة بالربع الأول بتاع السنة اللي قبله يعني إحنا نسجل 3.3 من 10 مليار دولار في أول 3 شهر بالمقارنة بالرقم اللي كان قبله وكان أقل من كده بكتير فإحنا ده كله بيدينا مؤشر صحي أن الدولة المصرية بتتحرك وما زلنا طبعا عارفين أن ما زال هناك تحديات كثيرة ولكن بالتركيز الشديد واللقاء مع كل المستثمرين بنتحرك في هذا الشأن ويمكن حرككم تابعته إحنا يعني التقيت مع عدد من المصنعين والمستثمرين من أكتر من جنسية على مدار الإسبوع اللي فات من أكتر من دولة كل هدفنا أن احنا بنستمع إليهم ونشوف يعني تصوراتهم للتوسعات في خلال الفترة القادمة ولو في أي مشاكل بنقدر نتعامل معاها ونحلها إن شاء الله على مدار اليوم والساعة زي ما بنقول النقطة المهمة جدا بردو وده اللي أنا عايز يمكن أأكد عليه أن بالرغم من كل التحديات اللي احنا بنواجهها ولكن هناك يعني مراقبة شديدة جدا وتعامل في ما يخص الأداء المالي للدولة وعايز أأكد هنا بعض الأرقام اللي تبقى مهمة أو كل المؤسسات الدولية بتنظر لمصر على الرغم من مشاكلنا هم عايزين يتأكدوا الدولة المصرية ماشية مع كل التحديات في مصر سليم أحد أهم المعايير اللي بيبصلها فكرة إن الدولة أو الموازنة تحقق ما يطلق عليه فائد أولي يعني إيه فائد أولي؟ يعني ببساطة شديدة إذا جنبنا أو استبعبنا موضوع خدمة الديون والفوايد بتاعتها بيبدأوا يبصوا إراداتك قدام مصرفاتك قدية لو أنت إراداتك أكتر من مصرفاتك يبقى أنت ماشي في اتجاه سليم وده كانت أحد المستهدفات اللي دايما إحنا كدولة حرسين على مدار الأربع سنين الماضية أننا نحن نحققها وأعايز أقول لحضركم بالرغم من إحنا زودنا حزمة الحمل الاجتماعي وخدنا قرارات استثنائية في هذه الفترة إلا أننا حققنا في خلال نفس فترة من يوليو 22 حتى يناير اللي هو الشهر الماضي في يناير 23 حققنا فائد أولي حوالي ما يقرب من 34 مليار جنيه بالمقارنة نفس الفترة دي كنا محققين في السنة اللي قبلها 15 و2 من 10 معنى كده إن إحنا حققنا فائد أكبر وبنتحرك لحوة زيادة إراداتنا علشان نقدر نغطي بيها طبعا المصاريف وأيضا أي حزمة حماية اجتماعية الدولة النهاردة بتتحرك في هذا الشأن لهذا الموضوع وأيضا يمكن أنا حابب برضو إن أنا أوضح لأن أثير وإحنا بنتابع على السوشيال ميديا وعلى تقارير الجهات الدولية وبعض الخبراء مدى يعني بيتسألوا هل مصر حتستطيع إنها يعني تلتزم بسداد كل الالتزامات الدولية اللي عليها بالذات من العملة الصعبة أنا حابب أأكد لحضراتكم الحمد لله الدولة المصرية ملتزمة وحتظل ملتزمة بسداد ما عليها من أقصات لسواء القروض أو فوائد أو خلافه وده بنعمله مع البنك المركزي بتنصيق كامل وبنبقى عارفين إيه التزاماتنا وحتتسدد إزاي في خلال الفترة الجاية ودي خطة يعني مش عايزة أقول لحضراتكم على كل المحاور بيبقى معروف التزاماتنا في كل شهر وعارفين حنتحرك فيها إزاي لإنه طبعا مهم جدا إن إحنا نؤكد على قدرة مصر على التزامها بسداد كل الالتزامات اللي عليها من العملة الأجنبية وبندبر موارد بصورة مختلفة بصور كثيرة جدا ويمكن حضراتكم تابعته إمبارح يعني نجاح مصر في إصدار لأول مرة في تاريخنا موضوع السكوك الإسلامية وده بيبقى يعني مجال جديد مصر عمرها ما كانت دخلت فيه والحمد لله إمبارح يعني بالرغم من كل يعني التحفظات اللي كانت موجودة على هذا الموضوع من ظروف السوق الأسواء العالمية والأوضاع المختلفة اللي موجودة ولكن الحمد لله إمبارح يمكن إحنا كنا معلنين إن إحنا محتاجين ما بين مليار إلى مليار ونص دولار تم تغطية طلب مصر أكتر من أربع مرات يعني يوصل حجم التغطية إلى ستة واثنين من عشر مليار دولار وبالتالي ده مكن الدولة المصرية إنها تاخد المبلغ اللي هي كانت عايزاة ولكن كمان قدرنا نخطب فايدة أقل من اللي كانت مفتوحة في البداية وقت ما بدأنا الطرح في بداية اليوم وقدرنا إن إحنا ننزل بالفايدة بأكتر من خمسة وسبعين نقطة عن الرقم اللي كنا الفوائد بدأ بيه بداية اليوم وقت ما طرحنا السقوك وده اللي أنا بأكد عليه إن إحنا عندنا أكتر من آلية بنتحرك فيها كدولة تنصيق كامل ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية في هذه المرحلة علشان نقدر إن إحنا ندخل في هذا الموضوع وده يقودني إن يعني أحد أهم الحاجات الأخرى اللي إحنا أعلننا عنها في إطار التحرك على المدى المتوسط وهو موضوع التروحات وأكيد حضراتكم متابعين يعني إحنا دلوقتي بقينا بنعمل اجتماع إسبوعي لموضوع التروحات عشان نتأكد من الالتزام بما يعني أعلننا إن إن شاء الله في خلال عام كامل من الغاية الربع الأول من عام 24 نكون طرحين 32 شركة وأنا بقول دول كبداية لإن من الوارد إن إحنا نضيف عليهم شركات أخرى واللي إحنا بنعمله دلوقتي من هذه الاجتماعات عشان أقول لحضراتكم بمنتهى الأمانة بيتم يعني تكليف بيبقى ما يطلق عليه بنك استثمار عشان يبقى بنك معني بإجراء كل الأعمال التمهدية المطلوبة لطرح هذه الشركات ودي بتبقى بنك استثمار معالمية أو محلية وبيبدأ نحدد مع بعض ودي من خلال اللجنة توقيت يعني بالشهر حيبقى في خلال الشهر ده حطرح إيه الشهر اللي بعده حطرح إيه وكل الإجراءات المسبقة اللي مطلوب دولة تعملها عشان نضمن إن إحنا نلتزم بهذه التواريخ وبالتالي إحنا هنعلن في حينه دايما هنيجي نقول والله متوقع في خلال الشهر الجاي إن حيبقى فيه التروحات للشركات الفلانية من اللي اتنين وتلاتين اللي احنا قلنا عليه عشان يبقى الأمور معروفة لكل الناس لأن برضو تساءل الخبراء الاقتصاديين طب أنتوا أعلنتوا عن اتنين وتلاتين شركة طب إيه هي خطة تفصيلية لعملية الطرح لا دي إحنا شغالين عليها مجموعة كاملة يعني موجود فيها السيد محافظة بنك المركزي والوزراء المعنيين وتحت إشراف رئيس الوزراء بنجتمع إسبوعيا لوضع هذه الخطة بتفاصيلها بالكامل عشان نضمن هذا الموضوع وده أنا تاني بأكد إن دي خطة وطنية الدولة المصرية عاملها عشان هدفها طبعا زي ما قلنا توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في الملكية العامة للمؤسسات اللي موجودة في الدولة تبقى لوثيقة سياسة الملكية اللي احنا اتحركنا عليها الحقيقة يمكن برضو في إطار يعني شيء مهم جدا أنا حابب إن أنا أتكلم عليه تحسين مستوى معيشة المواطن والحقيقة يمكن أنا ححط رقم مهم جدا إن احنا الحقيقة ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة برضو من يوليو اللي فات لغاية يناير تلاتة وعشرين بنسبة أكتر من عشرة في المية عن العام اللي قبله يعني احنا وصلنا تقريبا إلى مية تنين وسبعين مليار في هذه الفترة الدولة المصرية خصصتهم للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالمقارنة برقم السنة اللي قبلها كان مية ستة وخمسين يعني احنا زودنا أكتر من ستتاشر مليار وما زلنا في خلال الفترة الجاية حرسين إن احنا نتحرك في هذا الموضوع نفس الكلام منعكس في مساهمة طبعا الخزانة العامة في سداد الالتزامات لسندوق المعاشات احنا ملتزمين بالبرنامج ما بنتأخرش عنه يوم بنسدد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كل الالتزامات للدولة النهاردة مقررة عنها إنما فيه بند مهم يمكن احنا ما تكلمناش عليه كتير قبل كده ومهمة قوي ان احنا نتكلم عليه بنج بند العلاج الصحي على نفقة الدولة وده يعني شيء مهم جدا إحنا يمكن المصريين الحمد لله إحنا كدولة بالرغم من إحنا مندفعين وشغالين في موضوع منظومة التأمين الصحي الشامل ولكن أيضا بالتوازي هناك منظومة العلاج على نفقة الدولة وطبعا مبادرة القضاء على قوائم الانتظار يعني فخامة الرئيس أطلقها ولكن بس أنا حدي رقم مهم جدا إن إحنا لازم نبقى واخدين بنا منه الدولة المصرية في خلال عام 22 إحنا طلعنا 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة 3.5 مليون قرار الفترة من يوليو برضو الماضي إلى يناير 23 إحنا رفعنا مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5% يعني زودنا 28.5% عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها وده كله علشان نغطي سواء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار كل المبادرات الصحية وأيضا موضوع العلاج على نفقة الدولة لإحنا نعي تماما احتياج المواطن وأحيانا النفقات كثيرة جدا من المواطنين ما بتبقاش قدرة على تحمل كلفة هذا العلاج الحقيقة في إطار برضو توفير السلع الأساسية للمواطنين إحنا الغاية دلوقتي في تلتمية واحد واربعين معرض بقى موجود اللي هو تحت مسمى أهل رمضان يعني بيتم توفير فيهم كل السلع الرئيسية وبنتحرك وأنا بقولها هو دلوقتي بنتحرك علشان نعي تماما أن هناك بعض الأزمات في بعض السلع وبنتحرك النهاردة بتخطيتها سواء بمزيد من الضخ من السوق المحلي أو حتى استيراد لفترة مؤقتة بعد بعض هذه السلع عشان نغطي هذه الفجوة وأنا هنا بتكلم مثلا تحديدا على الدواجن أو على يعني البعض الحاجات الأخرى اللي إحنا بنتكلم عشان نضبط السوق بنتحرك فيها في هذا الشأن علشان نضمن أن السلع تكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار تبقى مناسبة للمواطن المصري إحنا بنراجع وأنا بنتابع طبعا كل الأسعار يوم بيوم وبنتحرك في إطار اللي إحنا شايفينه كدولة عشان نقدر نحجم من موضوع الارتفاع الأسعار ولكن يمكن اللي عايزة أقوله هنا يعني حالة التضخم العالمي اللي موجودة النهاردة غير مسبوقة وأكيد حضركم بتتابعوا يعني الأسعار اللي بيحصل ارتفاعات الأسعار الشديدة في كل دول العالم والنهاردة الدول كلها عملة تتحرك إزاي أن هما يقللوا من هذا التضخم اللي كان يعني أحيانا بعض الدول يعني بس عشان نبقى نقولها كده كأرقام في أوروبا كان أحيانا التضخم بيبقى واحد في المية النهاردة بقى 11 و 12 و 15 في المية الأرقام دي لما تترجم عندهم بيقدي إلى نفس النتيجة اللي ممكن نلاقيها عندنا إن بعض السلة عندهم ابتدت أسعارها ممكن تتضاعف فهي الحقيقة ظاهرة العالم كله النهاردة بيعاني منها ولكن الأهم زي ما أنا بقول لحضركم أهم حاجة عندي إن أنا أوفر السلع بأكبر حجم ممكن عشان يبقى متاح لدي المواطن وبقاليات كثيرة ومختلفة نحاول نقلل من الأسار التضخمية لهذه الزيادة بعض هذه الحاجات إحنا بنستوعبها والبعض الآخر بنحاول أن يعني إزاي نحنا نحد من هذه الزيادة الحياة دي كلها نقدر نقول عليها إجراءات بناخدها عشان نحل أزمات حلة وممكن النهاردة حد يقول طب أنتوا عمالين تتكلموا على كل يوم بيومه وطب أنتوا كحكومة النهاردة مش بصين لقدام وما بتحطوش استراتيجية لقدام للتحرك للفترة الجاية ولا لا أنا عايز بس يعني أدي لحضراتكم يعني ودي النقطة اللي أنا حابب أن أنا يعني أختم بها كلامي في هذا الشأن إن إحنا ببساطة شديدة بالرغم من إحنا عمالين نتعامل مع الأزمات الطحنة اللي موجودة النهاردة على مستوى العالم واللي هي مؤثرة على كل الدول بما فيهم مصر وبنتعامل معها على المدى القصير ولكن إحنا نصب أعيننا أيضاً المرحلة القادمة وعشان كده يمكن إمبارح كان فيه اجتماع مهم جداً بناء على توجيهات سيادت رئيس إن إحنا لازم نضع كدولة استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة ودي تبقى رؤية مهمة جداً وده يمكن كان توجيه للجنة إحنا كدولة مصرية النهاردة يعني مع الزيادة السكانية اللي إحنا كلنا عارفينها إحنا كل سنة بيدخل لنا كم فرصة عمل مطلوب كم شاب وشابة بيدخلوا كل سنة سوق العمل ما يقرب من مليون مطلوب إن إحنا ندبر لهم فرص عمل جديدة مليون فرصة عمل فبالتالي التوجيه الحقيقة لمجموعة العمل اللي شغالة إن إحنا نضع استراتيجية واضحة بأرقام ونتائج واضحة يبقى كلنا بانتباحة المليون فرصة عمل الجديدة اللي إحنا حنبقى عايزينهم كل سنة يبقى في أي قطاعات إحنا شايفين كدولة محتاجينها والعالم كمان محتاجها لإن المفروض الاستراتيجية ده وشيء مهم جدا وده كان توجيه لللجنة إن حيبقى جزء من مستهتفات هذه الاستراتيجية إن أنا أشجع على زيادة العمالة المصرية اللي بتخرج إلى الدول الأخرى لإن ده جزء من زيادة الصادرات ولكن بطريقة غير مباشرة العامل المصري أو الشاب المصري لما بيسافر وبيشتغل برة طبعا تحويلات المصريين في الخارج أنتم عارفينها بتمثل واحدة من أهم موارد الدولة في العملة الأجنبية من المهم جدا إن يبقى بنضمن من خلال خطة واضحة إن يبقى بنخرج عدد ونسبة محددة من المليون فرصة اللي محتاجينهم كل سنة تبقى دي بتنستهدف بيها أسواق عالمية وأسواق إقليمية لتخصصات مختلفة بتطلب هذه الأسواق ونبقى مأهلين شبابنا لهذه التخصصات اللي مطلوبة ومحتاجها العالم والأسواق الخارجية أيضا داخل مصر هناك يعني واضح تماما توجهات وتغيرات للعديد من القطاعات وبالتالي لازم يبقى الكلام ده كله مرتبط بأنشطة محددة هنشجع شبابنا أنه يمتهنها ولكن نربطها كمان بتعليم فني وجماعات تكنولوجية وجماعات ومعاهد فنية إن شاء الله تبقى شغالة في هذا الموضوع أخيرا وليس أخيرا يمكن النقطة اللي أنا كنت قلتها إن إحنا الحقيقة أنا مكلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء إنه يعني بيعمل دلوقتي تصور متكامل لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري لخلال الثلاث إلى خمس سنوات القادمية أخزم في الاعتبار إن يعني للأسف إحنا يعني كل التكاهنات إن الأزمة العالمية الروسية الأوكرونية مش ممكن من الوارد ولازم نضع احتمال إنها تعود أكثر ما بين سنتين لثلاثة فلازم نبقى حطين سيناريوهات واضحة جدا للاقتصاد المصري وحنتحرك فيه إزاي والأهم في دي إن إحنا بنستعين فيها بكل الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي ويمكن حيبقى مشارك في هذه الاستراتيجية المهمة جدا أكثر من تلتمائة وخمسين خبير مختلف سواء محلي أو دولي عشان يساعدونا لوضع هذه السيناريوهات بحيث نبقى عندنا تصور واضح كحكومة كيف سيكون عليه شكل الاقتصاد المصري وإزاي مصر حتتحرك لو استمرت هذه الأزمة العالمية في خلال السنتين ثلاثة القادمين إن شاء الله أنا يعني باعتذر إذا كنت طولت على حضراتكم ولكن يعني دي كانت بتبقى فرصة إن إحنا نعرض للمواطن المصري الدولة المصرية بتتحرك إزاي في هذه الفترة وأيضا لحضراتكم وبرضو لو في فرصة لأي أسئلة أنا تحت أمركم تفضل تفضل إيمان التوني من التلفزيون المصري اختار الأخبار في الوقت اللي الحكومة بتبذل فيه جهود لتقليل فاتورة الاستيراد زي ما حضرتك ذكرت في المقابل من لاقي فيه سلع كانت مصر حققت فيها اكتفاء ذاتي زي الأرز والدواجن بيتم الإعلان عن استيراد جديد لحل هذه الأزمة سواء في النقص أو في ارتفاع الأسعار فكيف ترى حضرتك هذا لم يكن هذا تناقض بين الأمرين الأمر الثاني الخاص بالعلاج على نفقة الدولة هل يفهم من كلام حضرتك أن هناك سيتم تقييد لقرارات العلاج على نفقة الدولة خلينا نبدأ بالأخير ده أنا بقول ده أنا بزود إحنا مزودين 28% زيادة وحن وبنستوعب ده أنا بقول بالعكس نحن بنزود المخصصات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة علشان نستوعب الطلبات من المواطنين اللي إحنا بنشعر أنهم غير قادرين على تحمل كلفة العلاج ده سياسة واستراتيجية موجودة ضمن حزمة الحمال الاجتماعية أن نحن نزود موضوع العلاج على نفقة الدولة وتنفيذ المبادرات اللي أطلقها فخامة الرئيس دي أنا بأكد عليها الجزء اللي حديك قلتيه وده شيء مهم بالفعل إحنا كنا وصلين إلى اكتفاء ذاتي وما زلنا أنا بأتكلم هنا على الرز تحديدا إحنا وصلين لاكتفاء ذاتي وما زال عندنا الرز هو اكتفاء ذاتي ودائما إحنا لا نتدخل في تسعير الرز ولم نكن نتدخل ولكن في ظل الأزمة اللي كانت موجودة إحنا اتدخلنا لمرحلة معينة وأنهناها عشان نضمن بها إيه أنا هقولها بمنتهى الأمنة والوضوح الدولة بتبقى عايزة من حجم الرز اللي موجود إنها تضمن الجزء اللي بيدخل في مخصصات التموين لإحنا بنبيعه للمواطن اللي بيستحق يعني بطاقة التموين بسعر مدعم جدا وبالتالي إحنا لما تدخلنا في الفترة السابقة بتحديد تسعير للرز كان هدفه إن إحنا بنقدر نجمع أكبر كمية اللي ممكن تغطي الاحتياجات التموينية ولكن في نفس الوقت إحنا برضو يعني بقية المواطنين اللي مش تحت مظلة التموين كان هدف الدولة ببساطة شديدة بتحاول تعمل بعض الضوابط اللي هي تضمن بها عدم الإنفلات الأسعار بصورة كبيرة جدا فإحنا على مدار هذه الفترة يعني قدرنا ندبر الاحتياجات المطلوبة لقطاع التموين ويمكن عشان كده إحنا وجدنا إن يعني الوقت مناسب علشان نضمن إن استمرار وحرية التداول في خلال الفترة الجاية وبالذات إن إحنا داخلين بنقترب من شهر رمضان إن يبقى في حرية تداول ولكن أيضا بنرائب مع الغرف التجارية الأسعار ولكن في نفس الوقت يعني اللي حريك بتقولي عليه إن إحنا بنستورد يعني بعض الكميات ليه لإن ببساطة شديدة وزارة التموين قادرة إنها تؤمن مثلا أنا حدي لحضرتك بالزبط كده من إحتياجات سنة كاملة قدرنا ندبر ثمان شهور أو تسع شهور فأنا طب ما هو لسه فاضل ثلاث شهور فإحنا بنعمل موضوع الإعلان عن الاستيراد عشان نقدر نجيب كميات بسعر يبقى أقل عشان نقدر نضمن على مدار السنة إن يبقى فيه دعم لهذا الموضوع أنا بس بأكد على هذا الشيء بالنسبة للدواجن هي مشكلتها الرئيسية زي ما كنا عارفين كان موضوع الأعلاف وإن توفير الكم الأعلاف الكافي لهذه الصناعة نتيجة للظروف اللي إحنا مرنا بيها واللي الحمد لله بدت يعني تتحسن وبوادرها بصورة كبيرة جدا من إن إحنا بدنا نفرج عن الأعلاف وندبر الموارد الدولارية لهذه الفجوة اللي كانت موجودة في الفترة اللي إحنا ما كناش قادرين ندبر بالشكل الكافي حصل زي ما حاركم عارفين ابتدت مزارع كاملة تخرج برا الإنتاج فعندنا فجوة زمنية لازم نغطيها فإحنا لما بنلجأ للإستيراد لفترة علشان نضمن بس إن خلاص دورة العمل تاني بتعود لمزارع التسمين وترجع تاني الدورة فإحنا بنحاول نغطي في هذه الفترة ونجيب بأسعار مناسبة علشان برضو تبقى متاح لدي المواطن أسعار مناسبة بدل ما بيحصل الزيادات الكبيرة نتيجة النقص الإنتاج في هذه الفترة هو حدرتك بعد إنهاء القرار العمل بتسعير الأرز في إشعار تلعب كثير جدا الغيومين اللي فاتوا دولات إن الحكومة مش هتقدر تلتزم بالسلع الاستراتيجية لحد رمضان وهيكون بأسعار عالية جدا فعزين من حضرتك رسالة طمأنينة للشعب واللي هم ما يعني ما يمشوش وراء اللي يتقال على السوش المدين بوسع يعني اسمحلي إن أنا قلت هنا إحنا عندنا أكتر من 341 منفذ دول سابتين بخلاف بقاء مئات المنافذ المتحركة اللي موجودة والمنافذ التقليدية اللي من خل من كل جهات الدولة بدءا من منافذ القوات المسلحة الداخلية التموين التنمية محلية كل هذه المنافذ هتظل تضخ السلع بالأسعار اللي هتبقى يعني أكيد مخفضة تماما عن بقية المنافذ الأخرى اللي موجودة هتستمر لما بعد رمضان ودي استراتيجية إحنا كدولة بنشتغل عليها ويمكن زي ما بقول لحضراتكم جزء كان من القرار بتاع استيراد الدواجن عشان تطرح من خلال يعني جزء جبير منها من خلال هذه المنافس عشان تبقى بأسعار مناسبة للمواطن المصري عشان تقدر إنها تساعدوا في هذه الفترة دي كلهنا بس بأكد عليها بالعكس تماما إحنا مستمرين في هذه المبادرة المهمة جدا وبنشوف كمان وبنخطط إزاي ممكن نستكملها بعد كده مساء الخير رئيس المزرع عوض الغنم إكسترا نيوز اسمعنا هارجع بحضرك للطرح المهم اللي حضرك بديت به النهاردة المؤتمر الصحفي الخاصة بالتسعير بعض السلع المهمة الخاصة بإنتاج الزيوت والأعلاف كنت سألت سؤال مماثل من 6 شهور لوزير الزراعة طيب إحنا لو زرعنا هذه الزراعات والفلاحين في مصر استجابوا لهذه الدعوة وهذه الفكرة ماذا عن الجانب التصنيعي هل لدينا مصانع بالفعل أو لدينا رؤية واستراتيجية لخريطة مصانع في كل المحافظات تصنع للمنتجات الزيتية والأعلاف ولا ده سيتوازن في نفس التوقيت مع جلب هذه المحاصيل من الفلاحين شكرا خلينا أكد لحضرتك أن عندنا معاصر وبالذات في القطاع الخاص تكفي لعصر المحاصيل بغرض استخراك الزيت لو تكلم على علف هو علف يعني المحاصيل ستزرع وتستخدم كعلف على طول حتى لو فيه نوع من التصنيع الأولي عندنا القدرة لهذا الموضوع ولكن كانت القضية بالنسبة لنا أننا كنا نعتمد على الاستراد من الخارج بحكم وده نقطة مهمة جدا يعني أنا عايز أنتهز هذه الفرصة المساحة الزراعية في مصر معروفة مساحة أراضينا محدودة بحكم حجم المية المتاح لدينا وبالتالي بتبقى عندنا الموضوع ببساطة شديدة هو تبديل وتوفيق بالنسبة يعني لو النهار ده توسعت وده نقطة لازم نبقى كلنا واخدين بنا ما هو بعض بيقول إيه إحنا نقدر عايزين نحقق الاكتفاء الزي من الأمح طب أنا فعلا ممكن نقدر نحقق الاكتفاء من الأمح إننا أزرع الأراضي كلها أمح بس في المقابل مش حزرع محاصيل تانية أخرى كتيرا جدا حتى الرس توردها فبتبقى دي وده نقطة مهم لأن في محاصيل بتبقى للفلاح سهلة هو عارف إنه زراح حيقدر أنه يسوق بسهولة شديدة القمح مثلا على سبيل المثال إذا الدولة ما أخذته حيقدر أنه يبيع في السوق بأي غرض ولكن كان دايما مشكلة زراعة المحاصيل التي تدخل في الأعلاف إنه بيالك من مين سيأخذ من هل وبالذات موضوع الزيوت حاجة زيفول الصوية أو عباد الشمس فإحنا عشان كده لما بنعلن النهار ده أو أنا على سعر وكمان إن الهيئة السلع التامونية هي اللي ستبقى بتاخد هذه المنتجات من الفلاح أنا بضمان له دلوقتي مين اللي سيأخذ والسعر كمان ودي شيء دل المين لكن لو السعر العالمي أعلى البورصة ستعكس وحن ندير لأكتر دولة رئيس ملتزمنا بالسعر اللي احنا قلنا عليك سعر دمار دولة رئيس مجلس الوزراء يعني نشاط حضرتك الفائت يعني ربما يشتمل على عدد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين سواء الأجانب أو العرب ماذا عن الاستثمارات القادمة إلى مصر وماذا عن فرص العمل التي سوف تأتي من هذه الاستثمارات شكرا طبعا يعني احنا الحقيقة لتقيت على مدار الفترة وبالتقي على طول بصورة دائمة مع عدد كبير جدا من المستثمرين الأجانب يمكن كان في لقاء في هذه اللقاعة مع المستثمرين من دولة تركيا واتكلمنا معاهم بصورة واضحة جدا ويمكن الحقيقة كان هناك إشادة كبيرة جدا من كل اللي موجودين إن مصر لم يعني تغير من تعاملها معاهم وإن احنا كمصر طبعا نحينا جانبا تماما الظروف السياسية اللي كانت موجودة ولم تؤثر بالسلب على الإطلاق في عملهم وهم كانوا بيقدروا هذا بصورة شديدة إن إحنا متعهدين هذا العام عام 23 إن إحنا هندخ السمارات جديدة بحوالي 500 مليون دولار ودي من خلال عدد توسعات للمصانع أو إنشاء مصانع جديدة وكل مصنع من المصانع دي قدام ألاف من فرص العمل للشباب المصري اللي هما هيبقى موجود في هذا الشغل أيضا يعني إحنا لو حضركم تركزوا يمكن تركزهم كان في الغالب العظمي في قطاع الغزل والنسيج والملابس وخلافه اللي إحنا بنربطه مع التنمية وإعادة الهيكلة والتطوير للمحلة الكبرى والشركة القبضة للغزل والنسيج لأن هذا القطاع مصري لديها ميزة نسبية كبيرة جدا إحنا بنستورد يا جماعة حجم هائل من الغزول ودايما القطاع الخاص خلينا بس عشان نأكد القطاع الخاص بيدخل على المرحلة الأخيرة من الصناعة اللي هي صناعة الملابس وممكن يبقى داخل شوية في اسم النسيج لكن موضوع الغزل والصباغة هو ما يقدرش عليها وبالتالي هنا كان مهم جدا إن إحنا بنطور المحلة الكبرى وكل الشركات الأخرى المرتبطة منتج الغزل والصباغة أنا باستورد طب لما بطور وبقدر إن أنا أعمل هذا الكلام والمصانع بتاعتي هتدخل الخدمة إن شاء الله اعتبارا من هذا العام تباعا لغاية السنة الجاي يبقى كده أنا بقلل بصورة كبيرة جدا من فطورة الاستراض وبدلهم احتياجاتهم زي أنا أينسف المصانع اللي هي يمتلكها الأتراك أو غيرهم بقوا يقدروا النهور ده ياخدوا هذا الكلام فده اللي أنا بأكد عليه الحقيقة أيضا في قطاعات الصناعات الغذائية كنا ملتقين مبارح مع واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط وبنتكلم معهم على توسعات للفترة القادمة بكرة عندنا لقاء مع واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة وبيتكلموا على توسعات كبيرة فإحنا الحقيقة كل هذا التوجه برضو في إطار إتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصري لأن كل مشروع من دول بيبقوا قدامه بدون مبالغة آلاف من فرص العمل الجديدة وده كله إضخ السمارات جديدة فبالتالي خلينا خلينا أقولها بمتال أمانة وشفية إحنا التركيز الشديد النهاردة أن يبقى عندنا يعني سرعة شديدة في التعامل مع المستثمرين وكسر كل الإجراءات البيروقراطية لأن يعني من غير هذه المتابعة المباشرة مشكلتنا وأنا بقولها بمنتهى الوضوح بيبقى ممكن القرار بيتاخد جوه مجلس الوزراء وكلنا بنتحرك بسرعة لكن بعد كده ممكن بينزل مستويات أدنى ممكن الدنيا تتوقف في حتة فبالتالي المتابعة المستمرة واللي إحنا بنتابع وعندي أكثر من آلية عشان أتابع هذا الموضوع وبنقعد مباشرة مع المستثمرين عشان لو في حاجة متبقى متعطلة أو وقفة نقدر ناخد القرار الفوري لحل لا شك فيه أن الزيادة السكانية بالتأكيد بيترتب عليها أثار كبيرة وحضرتك ذكرت أن عندنا مليون فرصة سنويا محتاج عمل بالتأكيد المليون السنة السنة جاء يبقى مليون ونص فدي مشكلة كبيرة جدا بالتأكيد يا فندم ومما لا شك فيه أن هذه المشكلة بتلتهم كافة الموارد الاقتصادية وكافة جهود الدولة المستمرة التي تبزل في القطاعات المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة أو كافة المجالات المختلفة والإسكان الدولة طبعا ملزمة عايزة إسكان وعايزين وعايزين هل هناك حلول جزرية من قبل الحكومة لاحتواء هذه الأزمة التي ربما قد تتفاقم أكثر وأكثر مع قلة الوعي عندنا جزء أخير فانتم بعد إذن حضرتك قبل الشركات أو المستثمر الأجنبي على الطرحات الخاصة بالشركات يعني من خلال توقعات الحكومة أم هذه الشركات التي سوف يتم عرضها في 32 شركة في الطرحات يعني سوف تلاقي أقبال من الداخل والخارج هل يقبل هذه الطرحات أم يقبل استثمارات جديدة شكرا مع الوزيزة بصف أنم أنا قلنا لما حاخد الجزء الأخير لما تكلمنا على الشركات اللي إحنا هنترحها قلنا سواء تروحات في البورسة أو لمستثمر استراتيجي والمستثمر الاستراتيجي هنا بيبقى يا إما أجنبي وده بناستهدفه لأن ده بيبقى معناها ضخ عملة صعبة جديدة جوه البلد أو حتى مستثمر موطني وبالتالي يعني الحاجات دي بالذات بقى يمكن موضوع المستثمر الاستراتيجي بتبقى دي بتبقى تفاوض مباشر وبالتالي لعدد من الشركات اللي احنا أعلن عنها وفعلا بيحصل عليها تفاوض ولكن طبعا الحاجات دي بيبقاش يتم الاعلان عنها إلا بعد الانتهاء من يعني الوصول إلى اتفاق فيها لكن بالتأكيد إحنا يعني الحاجات الشركات اللي مصر أعلنتها بالفعل تلقينا عدد ليس بالقليل أنا مش عايز أقول كبير جدا من طلبات من مستثمرين أجانب جنبا إلى جنب مع مستثمرين وطنيين لأبدو اهتمامهم بهذه الشركات وبالتالي إحنا بنتحرك بالتوازي على فكر زي ما قلنا إن بعض هذه الشركات حيبقى المستثمر استراتيجي والبعض الآخر حيبقى لطروحات البورصة رجوعا لموضوع الزيادة السكانية وخليني يمكن أختم بيها هذا الموضوع المواطن المصري يجب أن يعي أن هذه القضية أصبحت حياة أو موت لهذا الوطن أنا باتكلم بمنتهى الأمانة وأنا أحدي لحضركم الرقم بس اللي إحنا بنتكلم عليه موارد بصر من المية ثابتة ولا أنت تغير إحنا عمالين النهاردة كنا بنناقش موضوع تحلية مية البحر عشان نزود من مواردنا تحلية المية طبعا تكليها كلفة عالية جدا موضوع طب إذا كنا النهاردة بنقول يعني أنا حقولها بمنتهى الأمانة لو مصر لديها موارد مائية أكبر كنا نقدر نضاعف الرقعة الزراعية لأن ببساطة شديدة الموضوع مرتبط بالمية وليس مرتبط بالأرض عندنا قرارة كثيرة جدا صالحة للزراعة ولكن هو التحدي توفير المياه طب إذا كنا بنتكلم المهمة جدا وإحنا النهاردة مية واربعة أو مية وخمسة مليون فما بدنا لو وصلنا المية وخمسين طب وحيبق الوضع عامل إزاي فهنا لازم نبقى كلنا كمواطنين عارفين إن دي خضية يعني حياء وموت وبقاء للدولة المصرية إن يكون هناك وعي بإن لابد من كلنا نبقى بنحاول بقدر الإمكان نرشد من هذه الزيادة طب إحنا كدولة لدينا استراتيجية تنمية الأسرة ويمكن أهم حاجة فيها إن إحنا حنعلن يعني في خلال الفترة القادمة على برنامج يعني مالي يعني حيبدأ يخصص لسيدات مصر إن اللي حيلتزم من سيدات مصر يعني على الفترة القادمة بإن يكون لديه طفلين على الأكثر حيبقى لها عندما تصل إلى سن معين رقم ومخصص مالي إن هو يتاخد كحافز علشان يبقى ده جزء من الحوافز الإيجابية للدولة المصرية إن شاء الله هتعلنه في خلال الفترة الجاية بالإضافة إلى يعني حاجات كثيرة جدا على رأسها موضوع الجانب الصحي أو الطبي اللي يطمن أيضا إن هو يساعد الأسر المصرية على تنظيم الزيادة السكانية شكرا أنا بشكر حضراتكم جدا شكرين يا جماعة